السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أهلا وصهلا بكم طلابي طلاب الصف الثامن طبعا أعزائي الطلبة عندما نزل القرآن الكريم وكما قلنا هو الدستور والشريعة الأولى للمسلمين شمل القرآن الكريم جميع جوانب الحياة سواء كانت من ضمن الدين أو المعاملات الإسلامية مما يتيح للمسلمين حياة أفضل في ظل الإسلام تمام يا مس من ضمن المعاملات التي شرعها لنا الإسلام هي عملية البيع والشراء ولكن يجب أن تكون وفق ضوابط وشروط إسلامية حتى لا نخرج عن إطار الإسلام ونقع في المحرمات سنتحدث أعزائي الطلبة اليوم عن الدرس الرابع عشر البيع الصفحة الثالثة والستون رجاء مس ركز معي لأنه الدرس شوي دقيق وبده شوي التركيز تمام يا تامن طيب هلأ بداية خلينا نعرف شو يعني عملية بيع ما معنى بيع البيع طبعا هي عملية متبادلة أو مبادلة السلع يعني زمان كان فيه إشي اسمه مقايضة بمعنى أنه تبادل السلع بدون مبالغ مالية ما كان فيه مال قديما يعني أنا بعطيك مثلا بزرع مثلا قمح أنا بعطيك قمح وأنت مثلا بتشتغل مثلا بالتجار بالنجارة مثلا أنت بتعطيني مثلا خشب أو بتعطيني أشياء مصنوعة من الخشب هي مبادلة السلع كل واحد بيشتغل بشغلة معينة بيبادلها مع الشخص الآخر تمام يا ميس هاي معنى كلمة عملية بيع بيع وشراء هلأ في الوقت الحالي أصبحت هي عملية مبادلة السلع التي يمتلكها البائع للشخص الذي يريدها وهو المشتري مقابل إيش مقابل مبلغ من النقود يدفعها مين المشتري للبائع خليني أعيد إذن البيع هي عملية مبادلة السلع التي يمتلكها البائع للشخص الذي يريدها وهو مين وهو المشتري مقابل إيش مقابل مبلغ من النقود يدفعها تمام يا ميس طبعا البيع هو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع ولكن ايش ضمن ضوابط وقيود محددة حددها الشرع قال الله تعالى وأحلى الله البيعة وحرم الربا طيب هلأ الربا يمس بمعنى الزيادة في المال وهو كان متعارف عليه في السوق في المدينة المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة المنورة السوق تاعة المدينة المنورة كان قائم أساسا على الربا اللي هم مين كانوا مسكين السوق في المدينة المنورة زي ما أخذتوا بصف سابع كانوا مسكين اليهود واليهود كل معاملاتهم رباوية قائمة على الربا وهو الزيادة الغير مشروعة في المال يعني بمعنى انت بدك مثلا تعطيني هذه السلعة مثلا او بدي أداين منك مبلغ من المال تمام بداينك مقابل انك انت ترجع لي ضعف المبلغ طب هاي الزيادة غير مشروعة هذا بنسمي ربا فالسوق في المدينة المنورة كان قائم أساسا على هذا الربا فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أنشأ سوق إسلامي يتماشى مع قيم الإسلامية التي تحرم الربا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا تمام يا مز؟ طب لماذا الله سبحانه وتعالى أحل البيع؟ طبعا لتسهيل حياة على المسلمين والحصول على البضائع والنقود فيما بينهم طيب هلأ هذا البيع قلنا أن يكون ضمن ضوابط وقيود محددة أولا سنتعرف اليوم على أركان عقد البيع بعد ذلك سنتعرف على شروط عقد البيع أولا أركان عقد البيع لابد أن يتوافر في عقد البيع عدة أركان أولا العاقدان طب من هم العاقدان؟ طبعا هم البائع والمشتري تمام؟ إذن أول ركن من أركان البيع إن لا يتم البيع بدون عاقدان يعني الواحد يبيعلمين لحاله يعني مثلا إذن يجب توفر العاقدان طب من هم العاقدان؟ قلنا البائع والمشتري هذا أول ركن ثاني ركن من أركان عقد البيع محل العقد طب إيش هو محل العقد؟ بمعنى السلعة والثمن إذن السلعة السلعة اللي هي الإش اللي بدنا نبيعه والثمن الثمن المقبود طب السلعة حكينا الإش اللي بدنا نبيعه تمام؟ الثمن هي قيمة السلعة كم سعرها؟ هذا من سميه محل العاقد إذن أولا العاقدان البائع والمشتري ثانيا محل العاقد وينقسم إلى السلعة اللي هي المبيع والثمن طيب ثالثا صيغة العاقد تمام يا ميس؟ إذن ثالثا صيغة العاقد إيش عن صيغة العاقد؟ يعني اتفاق البائع والمشتري على البيع إما قولا وتسمى صيغة قولية أو فعلا وتسمى الصيغة الفعلية طيب كيف يعني صيغة قولية؟ بمعنى يا ميس اللي بسموها الإيجاب والقبول بمعنى قول البائع بعتك هذه السلعة مثلا بألف دينار طيب والقبول بقول المشتري قبلت أو اشتريت هاي ما نسميها صيغة قولية تتم بكل لفظ يدل على البيع تمام يا ميس؟ طب وفي هنا صيغة فعلية ممكن يكون كيف يعني صيغة فعلية؟ يعني بتتم عملية الشراء والبيع بين الطرفين بدون التلفظ على أي لفظ يدل على البيع يعني شخص لا مثلا سعر هذه القطعة مثلا 10 دنانير أخذ القطعة وأعطى للبائع 10 دنانير وخرج من المحل بدون ما يتلفظ على أي لفظ يدل على البيع هاي تسمى صيغة فعلية تمام يا ميس؟ طيب خلينا نعيد إذن ليتم عقد البيع يجب توفر ثلاث أركان رئيسية أول ركن العاقدان ومنهم العاقدان هما البائع والمشتري ثانيا محل العقد وينقسم إلى السلعة المبيعة وثمن السلعة ثالثا صيغة العقد وتنقسم إلى الصيغة قولية وصيغة فعلية طيب قلنا ما معنى صيغة قولية؟ بمعنى أي لفظ يدل على البيع كقول البائع مثلا الإيجاب بعتك هذه السلعة مثلا ب1000 دينار وقول المشتري قبلت هذا البيع أو قبلت هذه السلعة أي لفظ يدل على البيع يسمى الصيغة قولية طيب صيغة فعلية بمعنى أن تتم عملية الشراء بدون أي لفظ يدل على البيع من غير التلفظ يعني بصيغة معينة تمام يا مس؟ قلنا يعني يجي بواحد يشتري شغله يعطي سعرها أو ثمنها للبائع والبائع يعطي هذه السلعة بدون أي تلفظ أو أي لفظ يدل على هذا البيع يسمى صيغة فعلية تمام يا مس؟ طيب الطلع ما يمس على المثال الأمامك أحلل المثال الآتي ثم أحدد مع مجموعة أركان عقد البيع طيب يلا ركز معي خلينا نستخرج مع بعض باع سامر سيارته لصديقه وسام قائلا بعتك سيارتي بخمسة آلاف دينار فقبل بها وسام قائلا قبلت ودفع لسامر ثمنها وتسلم السيارة يلا خلينا نحلل إحنا حكينا أركان عقد البيع عنا ثلاث أركان عاقدان محل عقد وصيغة عقد تمام؟ أول إش العاقدان وين العاقدان؟ بالمثال المثال مطلوب منا العاقدان وهم مين العاقدان؟ يعني البائع والمشتري إذن سامر هذا البائع مين المشتري وسام إذن العاقدان هما هاي أول ركن توفر عنا مين العاقدان؟ البائع والمشتري سامر ووسام تمام؟ طيب محل العقد إيش هو محل العقد قلنا؟ محل العقد بمعنى ينقسم إلى قسمين أولا السلعة ثانيا الثمن طيب وين السلعة؟ اللي هي السيارة طيب وين الثمن؟ اللي هو خمسة آلاف دينار إذن كمان ثاني ركن متوفر بالعملية حكينا العاقدان البائع والمشتري سامر ووسام محل العقد وينقسم إلى السلعة اللي هي السيارة والثمن اللي هي خمسة آلاف دينار طيب ثالثا عنا صيغة العقد هلأ صيغة العقد حكينا إما قولية وإما فعلية طيب في هذا المثال هي قولية ولا فعلية؟ باع سامر سيارته لصديقه ووسام قائلا بعتك سيارتي بخمسة آلاف دينار فقبل بها ووسام قائلا قبلت ودفع لسامر ثمنها طلع يا ميس قائلا يعني هو إيش حكاله؟ بعتك سيارتي هذا عنا إيش من سميه إيجاب أو خلينا أقرب لك الخط أكتر بعتك سيارتي من سميه إيجاب فقبل بها ووسام قال قبلت هذا هو القبول إذن توفر عنا إيش الصيغة القولية صح يا ميس؟ طيب إذن لو قلنا ما نوع ما هي صيغة العقد المتوفرة نقول إيش هي إيش صيغة قولية ليش؟ لتوفر فيها الإيجاب والقبول تمام يا ميس؟ إذن صيغة قولية طيب هل توفر جميع أركان عقد البيع؟ في هذا المثال نعم العاقدان البائع والمشتري سامر ووسام محل العقد السلع والثمن هم السيارة وخمسة آلاف دينار ثالثا صيغة العقد وهي صيغة قولية وتمثلت بالإيجاب والقبول الإيجاب بعتك سيارتي والقبول قبلت طبعا دفع سامر ثمنها وتسلم السيارة تمام يا ميس؟ طيب هلأ ممكن يكون دفع سامر ثمنها وتسلم السيارة بس بدون لا إيجاب ولا قبول ولا قول تستعدها تسمى صيغة قولية أما في هذا الوقت تسمى صيغة قولية لأنهم تلفظوا بأي لفظ يدل على البيع تمام يا ميس؟ طيب ثانيا شروط البيع ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في البيع حتى يكون البيع صحيحا طبعا إذا فقد أي شرط من شروط البيع طبعا يعتبر البيع باطلا غير صحيح طيب أول شرط من شروط البيع الطراض بين المتبايعين كيف يعني يا ميس الطراض بين المتبايعين؟ أي يا ميس إذن قلنا أولا التراض بين المتبايعين بمعنى لا يجوز البيع بالإكراه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يعني لا يجوز الإكراه بالبيع يعني ما بجوز شخص يجي يحكي لشخص بدك يتبيعني هاي السيارة بالغصب ويعطيه المبلغ ويأخذ السيارة منه بالغصب والشخص غير راضي هذا يعتبر العقد باطل إذن من شروط البيع أولا التراض بين المتبايعين إذا فقد هذا الشرط فإن البيع يعتبر باطل لأنه بالإكراه إذن أولا التراض بين المتبايعين ثانيا أن يكون كل من المتبايعين مما يحق له التصرف بالمال كيف يعني يحق له التصرف بالمال؟ بمعنى يامس إنه هذا البيع يعني هذا الشخص عفوا يكون شخص عاقل بالغ يستطيح التصرف بماله لا يكون عنده مثلا سفه أو جنون إيش يعني سفه؟ سفه يعني يامس ما بيحسن التصرف بماله يعني ما بيعطي القيمة الصحيحة لهذا الشيء يعني ممكن مثلا يشتري لك مثلا حبة شكولاتة صغيرة حقها مثلا عشر قروش مثلا يشتريها بعشر دنانير ليش؟ لأنه ما عنده حسن تصرف بالمال ما بيعرف يحط الأمور صح هذا ما سميسه فيه بمعنى إيش؟ بمعنى هؤلاء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف بالمال لا نعطيهم هذا المال حتى مثلا يبيعوا أو يشتروا أو إذا كان الشخص مثلا مجنون عنده جنون تمام؟ فإذا باع شخص مجنون أو شخص سفيه يعتبر البيع باطل ليش باطل؟ لأنه فقط شرط حسن التصرف أو شرط العقل طيب هل يجوز للصبي إذا كان شخص صغير ولد صغير هل يجوز له التصرف بالمال أو البيع والشراء؟ ركز معي يا مس الآن الصبي المدرك مدرك بمعنى إيش؟ يعني شخص عاقل عمره سبع سنوات ويحسن التصرف هذا معني صبي مدرك سبع سنوات فأكثر يعني ولد والله عمره سبع سنوات وجاي يبيعك أو يشتري منك وإحنا كتير منشوف أولاد بعمر صغير مثلا بيبيعوا طب هل يجوز البيع؟ طبعا يجوز إذا كان يحسن التصرف بالمال بس بالأمور البسيطة يعني الصبي عمره سبع سنوات أكيد مش رح يروح يبيعنا مثلا بيت أو يبيعنا سيارة هاي الأمور هو لا يدركها أشياء بسيطة يعني عامل بسطة ببيع عليها مثلا ببيع بمحل بس أشياء بسيطة وهو صبي مدرك يستطيع البيع والشراء يجوز الشراء منهم أما السفيه والمجنون إذا شرينا من سفيه أو مجنون يعتبر البيع باطل لأنه فقد أحد شروط البيع تمام يا ميس؟ طيب ثالثا أن يكون المبيع عفوا أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به فلا يجوز بيع المحرمات من المسكرات أو المخدرات ونحوها إذن في البيع الإسلامي بيع المخدرات والأشياء التي لا ينتفع بها والمسكرات يعتبر من عدم قبول البيع أو أن البيع فقد الشرطة من شروطه فالبيع باطل كمسلمين تمام يا ميس؟ فرابعا من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة قادرا على تسليمها للمشتري شو يعني مالك للسلعة؟ يعني أنا ما بجوز أن أروح أبيع الشيء مثلا لأخوي مثلا أو أبيع تليفون أبوي مثلا لأنه أنا غير مالك لهذه السلعة إذن أولا أن يكون مالك للسلعة السلعة ملكه ثانيا أن يكون قادر على تسليمها إيش يعني قادر على تسليمها؟ يعني لا أبيع مثلا السمك في الماء يعني أحكي للشخص كل السمك في هذا البحر يعتبر ملتك لأنه أنا ما بقدر أسلم هذا السمك هذا السمك في البحر ممكن يروح ويجي ما بعرف كم عدد وينه هذا أولا هذا يفقد شرط أو مثلا أبيعك الطير في السماء الجميع هذول الطيرون في السماء أنا ببيعك إياها أنا غير قادر على تسليمها أو ببيع سلعة مفقودة يعني أنا ببيعك مثلا المحفظة الفلانية إذا لقيتها أنا ما بعرف وينها بس بعتك إياها وبقبض ثمنها وأنا أصلا مش عارف وين السلعة هاي أو المحفظة هاي الفلانية إذن من شروط البيع أن يكون البائع مالك للسلعة السلعة ملكي وأيضا قادر على تسليمها للمشتري تكون معي موجودة معي عشان أقدر أسلمها للمشتري طب هل بجوز لما أجي أبيع مثلا أحكي لشخص أنه مثلا بدي أبيعك محصول مثلا أنا بزرع مثلا نحكي موز بدي أبيعك هذا المحصول أو بيعتك هذا المحصول الذي مثلا سينتج بالصيف رح يجي طلع هذا الموز خلص أنا بعتك إياه وبقبض ثمنه مقدم هل يجوز؟ طبعا ما بيجوز لأنه ممكن تيجي آفة مثلا مرض على الموز على شجر الموز ينحرق شجر الموز يصير أي شي مثلا وما أقدر أسلم هذا المبيع فإذن يجب أن يكون السلعة في يد المشتري قادر على تسليمها تمام يمس؟ طيب خامس شرط من شروط البيع طيب يمس بدي أنبه بس على نقطة هل يجوز البيع بيع المسلمين لغير المسلمين؟ طبعا يجوز وهو ليس من شروط البيع يعني إذا أن أنت شخص مسلم وبيعت لشخص غير مسلم طبعا يجوز البيع لهم بالشرط توفر هذه الشروط التي قلناها تمام يمس؟ طيب هلأ عندنا أحاور زملائي في اشتراط أن يكون المبيع وثمن ومعلوما للبيع والمشتري وأستنتج الحكمة من ذلك طب لماذا يجب أن يكون محل العقد اللي هو إيش؟ المبيع والثمن لماذا يجب أن يكون معلوما للعاقدين؟ طبعا ذلك ميس منعا للخلاف وللنزاع بين الناس طيب يا ميس يلا خلينا نركز بأسري خبراتي أتأمل النصوص الآتية وأستنتج منها آداب البيع قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون طيب يا ميس هذا عيش بدل؟ عندنا التطفيف في البيع يعني بمعنى من آداب البيع إحنا بدنا نحط هنا آداب البيع تمام؟ هلأ من آداب البيع أن يكون هذا البيع ضمن مكيال محدد يعني أنا ما بروح أبخص في الميزان أبخص في الميزان بمعنى إيش؟ إني أقلل مثلا زلمة طلب مثلا كيلو مثلا أرز أروح أحط له مثلا 900 جرام أقل يعني إش بسيط هذا بسموه تطفيف في الميزان أنا بقلل بالميزان وهذا طبعا الله سبحانه وتعالى توعدهم يوم القيامة بويل وادي في جهنم والعياذ بالله وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون أن يقللوا من الوزن إذن يجب أن يبيع الرجل البائع أن يبيع المشتري ضمن وزن محدد تمام؟ ضمن الوزن الذي طلبه ودفع سعره تمام يا ميس؟ قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رحم الله رجلا وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لا يماط يبيع بسهولة وأيضا وإذا قضى أيضا وإذا اشترى وإذا اقتضى أي لا يماطل بدفع المبلغ الذي عليه وهو من السهولة في البيع والشراء تمام يا ميس؟ أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معصرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه أي بمعنى أن الناس عندما يتدينوا من بعضهم الشخص الذي له دين على الناس أن يعني يسامح هؤلاء الناس بإعطاؤهم مدة أيضا يعني زائدة حتى يستطيعوا دفع هذا الدين الذي عليهم لأن من يسر على معصر الله سبحانه وتعالى فرج عنه يوم القيامة من فرج على معصر فرج الله عنه يوم القيامة تمام يا ميس؟ أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق أي تنفق هذه السلعة وتبيع بعد ذلك تذهب بركة هذه السلعة فإياكم والحلف في هذا البيع تمام يا ميس؟ هيك إن شاء الله منكون أنهينا درسنا لهذا اليوم خليني بس يا ميس أعطيكم آخر شغل هي أناقش مع زملائي قول عمر بن الخطاب لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبا أي يا ميس حتى يعرف هذا الرجل ما يأخذ لماذا يجب عليه أن يتفقه في البيع الإسلامي؟ حتى يعرف ما يأخذ وما يدع وحتى يعرف أيضا الحلال والحرام ولا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم بالأباطيل والأكاذيب وحتى أيضا لا يدخل يدخل الربا عليهم من أبواب قد لا يعرفها المشتري طب مجمع ذلك لتكون طبعا تجارة إسلامية صحيحة خالصة يطمئن إليها المسلم ولا غش فيها ولا خداع تمام يا ميس هيك نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم تحدثنا في هذا الدرس عن البيع وتحدثنا عن ما هو البيع وما هي أركان البيع وقلنا هما العاقدان والبائع والمشتري ومحل العقد المبيع والثمن وأيضا صيغة العقد وقلنا ممكن أن تكون قولية بالإيجاب والقبول أو فعلية أيضا تحدثنا عن شروط البيع التي لا يصح البيع إلا بها وهي التراضي بين المتبايعين أن يكون كل من المتبايعين مما يحق له التصرف بالمال أي يكون بعيد عن السفه والجنون وأيضا أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به فلا يجوز بيع المحرمات وأن يكون البائع مالك لهذه السلعة وقادر على تسليمها فلا يصح بيع مثلا كما قلنا السمك في الماء مثلا وأيضا من شروط البيع أن يكون محل العقد المبيع والثمن معلوما للعاقدين أي شرط من هذه الشروط إذا اختلت فإن البيع يعتبر باطل تمام يا ميس وقلنا أن الإسلام أيضا ليس شرط على صحة البيع يعني ما أن المسلمين يشتروا أو يبيعوا من غير المسلمين يجوز تمام يا ميس إن شاء الله في حصة الزوم رح نخطط الدرس ونحل الأسئلة وأي حدا عنده أي سؤال مس إن شاء الله لحصة الزوم بتمنى يا تامن تدرس الدرس منيح وتحضره كويس وتحاول تركز فيه وتفرق بين الأركان وبين الشروط وسبحانك رب العزة عما يصفون وسلامون على المرسلين والحمد لله رب العالمين